مهمة المذاكرة، الأهم كمان نذاكر إزاي ونظبط أوقاتنا إزاي وقت أجازة نص السنة، وقت راحة، كل اللي حواليا واخدين أجازة لكن طالب السنوية العامة أكيد لطريقة مختلفة في التعامل مع أجازة نص السنة طيب في البداية، السنوية العامة دي سنة إستثنائية زي ما احنا كلنا عارفين سنة تمثل عنق وزجاجة في التعليم المصري وبتحدي المسابة للطالب وسبب من أسباب الضغوط النفسية على الطالب إنه هو عنده امتحان واحد طول السنة بيتحدد عليه مسأباله كله طيب، أجازة نص سنة بالنسبة لطالب السنوية العامة تختلف تماماً عن أجازة نص سنة بالنسبة لأي فئة تانية من طلاب يعني أنت عندك من أول إن شاء الله يوم سابت الجاي جميع الفرق الدراسية في الجماعات المصرية وفي المدارس المصرية أجازة عدى طالب السنوية العامة طيب طالب سواء العامة بيختلف عن الطلاب الاخرين فيه جزا حاجة اول حاجة فنم انه قليل من طلاب سواء العامة اللي هما منتظمين في المدرسة اللي هما بيروح المدرسة يكاد اغلب الطلاب ما بيروحوش طيب حتى الطلاب اللي بيروحوا مش مساملين الاجهازة تيجي مسلا يومسات الجاية لا افنوا في بعض المدارس فيها زي ما انت عارف انت حانت تسوف النقل ودي بدأ يبقى العامة اسبوعين فبالتالي الطالب كده كما يروحش المدرسة بقى العامة لو هو بفرضى انه بيروح تالت حاجة زي ما حضراتكم قلتو كده ان الطلاب في كل فرق دراسية بيمتحنوا ويخلاصوا مع مواد الترمى الاول ويبدأوا معاك جديدة في ترمى الثاني عدى طالب السنوية العامة طالب السنوية العامة اول حاجة زي ما حارك قلت فيه تلت جوانب علشان يتعامل مع طالب السنوية العامة أثناء الأجهزة وأثناء العام كله أول حاجة يا فندم جانب نفسي هتكلم عنه تاني حاجة جانب تعليم ومتصب بكافية ومزاكرة زي ما حركت فضلت وقلت من شوية تالت جانب يا فندم اللي هو ضربة الأسرة في دعم الطالب نفسيا أثناء المزاكرة طيب لو كلمنا أول حاجة عن الجانب النفسي أول حاجة لازم طالب السماء العام يتفائل تمام ما يستسلمش ليه الطاقة السلبية اللي بيبسوها لحواليه إلى آخرين لازم هنا يبقى التفائل واعتبر السنة دي سنة عادية وأكاد أجزم إن السنة دي أسهل من أولى سنون أصعب من ثلثة سنون أولى سنون تشمل كل المواد العلمية والأدبية طب ثلثة سنون إما أدبي إما علوم إما المريولة تاني حاجة فندم لازم دايما يتمسك بالأمل إحنا هنا شهر واحد الطالب من قلش لا السنة عدت علي لا الكلام ده غلط يا ابني أنا بقول لك يا حبيبي يا طالب السماء العامة إنت لسه أفضل لك ست شهور قد اللي فات وأنا بقول لحركتك لو إنت بقى راحت مذاكرة من النهاردة تأكد تماماً إنت حتجيب المجموعة اللي إنت عايزة إن شاء الله السنة دي تمام ثالث حاجة الطالب لازم يبعد عن زميله اللي هم كانوا بيبصوا فيه طاقة سلبية أثناء التنم الأول يعمل مراجع مع النفس في أطفال أو آسف في طلاب كسالة في طلاب غير ناشطين في طلاب يصدروا طاقة سلبية إحنا ما بنذاكرش وتعالى نخرج ونلعبوا كلام ده كله يبعد عنه ويمشي مع الطلاب المتفوقين كلام ده هل ليه أساس علمي؟ نعم في نظرية عندنا في علم الناس اسمها العدوى النفسية يعني العدوى النفسية لو أنا صاحب طالب الشاطر حقلده صحيح لو أنا صاحب طالب يعني مش شاطر وطالب بيكسل حكسل زيه فبالتالي لازم أبعد عن هذا طالب الطالب ما يحطش في دماغه النتيجة ولا الامتحانات يذاكر كل مهمتك دلوقت اللي أنت ذاكر وتحصل كويس طيب هل ده مرتبط بالنتيجة؟ نعم ليه؟ المذاكرة دي يا فندم هي اللي حتخليه يجيب درجة عالية فبالتالي لو أنا فكرت في الدرجات وما ذكرتش مش هجيب حاجة يبقى أنا كل الدور ما نقود بيها حاليا المذاكرة ويهي الاجتهاد ايه تاني اللي أنا دايما نفكر ان فيه آلاف الطلاب ودلوقت ما شاء الله في الجامعات ويهي مبسوطين ويهي عايشين حياتهم كمان لازم يقول لنفسه ان السنة دي سنة واحدة في العمر هتعد إن شاء الله بحلوة وبمرأة وحتبها ذكرى وحقوش الجامعة وارتقي إن شاء الله يبقى ده الجانب النفس اللي أنا أتكلم عنه فندم بالنسبة ليه أعداد الطالب